نشر موقع إيران انتناشنال عدد من الروايات لمتظاهرات إيرانيات قبضة عليهن أثناء مشاركتهن في الاحتجاجات في مدن تهران وكرج ومشهد وأصفهان وسنندج المتظاهرات كشفن عن تعرضهن لمذايقات وحشية ولتحرش جنسي من قبل عناصر الأمن هذا وقالت إحدهن إنه بعد احتجازها في معسكر ولي عصر بالقرب من مكداني سبا أجبرها عناصر الأمن على التجرد من ملابسها ثم سكبوا الماء البارد عليها وعرضوها لصدمات كهربائية باستمرار أكدت أنهم حاولوا انتزاع اعتراف بعد انهددوها بالاختصاب متظاهرة أخرى كشفت في شهادتها أن العناصر الأمنية حاولوا الاعتداء عليها جنسيا مرات عدة كانوا يتنوبون على التحرش بها هذا التقرير ليس الأول الذي وثق وحشية عناصر النظام الإيراني تجاه المحتقلات سبقه تقرير آخر ليهيوم رايس وارشا بعنوان القمع الوحشي عن تعرض 14 ضحية من المتظاهرات لاحتداءات جنسية ولمحاولات اقتصاب صحيفة نيويك تايمز كذلك كانت نشرت تقريرا بعنوان النظام الإيراني يستخدم الاقتصاب لفرض العفة في إشارة إلى حالات احتداء جنسي على السجينات لفت هذا التقرير إلى أن أحد المعايير المزدوجة للنظام الإيراني هو اعتقاله للنساء تحت مسمى الفجور ثم التحرش بهن جنسيا تشير هذه التقارير إلى أن أعمال العنف الجنسي ضد المحتقلات لم تقتصر على مدينة واحدة ولا مركز احتجاز واحد ولا سجن واحد بل شملت مختلف أنحاء البلاد ترجمة نانسي قنقر